المفوضية تعرضت إلى خداع وتعرضت إلى أشبه بمؤامرة ناعمة وهي التي للأسف خرجت وإلا كيف تفسر لي تعطيل أو شبه اختفاء ثلاثتالاف صندوق ثلاثتالاف صندوق ثلاثتالاف وكسور هذه ما صايرة بتاريخ الدنيا ولا صايرة بالتزوير اللي حدث بكل الانتخابات السابقة وحتى الأخيرة 2018 التي كانت هي انتخابات هزلية ولكن المفوضية انصدمت ليش لأنه يفترض من السياسين والأحزاب والكتل السياسية التي كانت حريصة على إخراج الانتخابات بالطريقة الجيدة والمفيدة للناس وخصوص الخطوط اللي هي تعرف نفسها مستهدفة كان يفترض أن يفرضون مستشارين في علم التكنولوجيا مع كل قاضي والعراق واللاد ولديه شباب ممكن أن نجدر أن نمي قدراتهم بالعكس الشباب العراقين الآن رائعين جدا وجاء يقودون حملات ضد العداء وضد داعش وضد التنظيمات من الجهاز الأمن الوطني ومن المخابرات من داخل المخابرات شباب رائعين وجيدين طيب طيب هنا احنا وصلنا إلى نقطة مهمة أساسية المفوضية تعرضت إلى مؤامرة وخداع شنو اللي أجبر المفوضية أنها تعلن النتائج بهذه السرعة ومن ثم تتراجع لتتغير مصاعد وتصعد أناس وأناس يخسرون لا كانت هو هنا المفوضية أي القضاة حينما تعرضوا إلى هذا الخداع وتعرضوا إلى هذه المؤامرة الحقيقة الدنيئة جدا لأن هذا مصير وطن ومصير شعب مصير حزب العراق مولي الحزب ولا للزعيم السين ولا للزعيم صاد أصلا ما حدث في العراق من هذه المؤامرة وهذا الخبث أساءل العراق خارجيا وأساءل العملية السياسية وأساءل السياسيين وأساء جدا 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 للقضاء مع الأسف مع العلم إن الطرف الذي باقي يحترمه العراقيين هم طرفين اللي حافظوا على العراق وهو القضاء والمرجعية الشعية خل واحد يجيني يقول لي لا أنت تحشي غلط أقول لا لا لو ما القضاء ولو ما المرجعية اللي كان العراق الذاهب إلى هم إن كانت الجثث بالشوارع تتذكرون بالحرب الأهلية مع الأسف الشديد القضاء وقف والمرجعية وقفت فبما إنه المرجعية تعرضت منذ أكثر من سنة ونصف إلى هجمة شرسة تسقيطية برموسة وبتاريخة اللي إحنا كنا نخاف مو نخاف يعني نحترم أن نجيب طارية مرجعية مقدسة نحترمها سنة وشعة ما حد يقدر ولكن الآن المرجعية أي مرجع محترم عالي المقام رباني يتعرض إلى الإساءة والشتم والكذا فانتقلوا الآن إلى الطرف الآخر تسقيط الرمزية تسقيط رمزية القضاء فالمفوضية شرسة والمفوضية صدمت لما لقى صناديق ما جايه ووصلت فلاشات فلاشات وصلت فارغة يا بل ليش هاي فارغة قاله والله الموظف نسى يدوس كلمة حفظ فيشلع الفلاش والطاة والدول بغداد هذا معذر هذا معذر ونعود ونقول ليش ما جمت خبراء ليش ما جمت خبراء مع القضاءات وهي حتى أنا خاطب السيد فايخ زيتان شلون راحت عليك هاي شلون راحت عليك هاي إذا أموت خلي بصف كل قاضي ثلاث خبراء من الإنترنت شلون راحت عليك الآن القضية وصلت إلى هذه شو تسوي المفوضية